قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات بث صلاة العشاء وترويح إذاعيا من مسجد عمر بن العاص بدءا من الغد بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به وذلك حرصا على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بشهر رمضان الكريم وستختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين لصلاة ترويح بالمسجد وأكادت الأوقاف التزامها بعدم فتح المسجد أمام المصلين وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في صحاته الخارجية والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط كما شددت على التزام سائر المسجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات حتى زوال علة الإغلاق ترجمة نانسي قنقر